معنا الأستاذ أحمد من اليوبية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بحياتي وتقدير لحضرتكم فريق عمل وحضرتكم الأستاذ الدكتور العالم العلم الجليل الله يعز حضرتك تفضل يا أستاذ حضرتكم أحمد عروق أرض الجنين غرب شغرا فيك تفضل السؤال حضرتك يا أستاذ السؤال بس عايزة أعرف حضرتك نلقى الضوء على عقاب المتهرب من الخدمة العسكرية أو من خدمة الوطن من أي موقع طيب حاضر يعني من منظور شرعه لأعزة وجل سلوة نبينا الحبيث صلى الله عليه وسلم طيب حاضر احنا عندنا شوية حاجات إه لقوبته بتتدرج يعني الهارب من الخدمة العسكرية في الأوقات العادية غير الهارب في الخدمة العسكرية في أوقات الحرب الشخص اللي بيتهرب من الخدمة العسكرية في وقت الحرب بيبقى بيفر عند الزحف عند الزحف عند الحروب ودوة مرتكب لكبيرة الهروب من خدمة العسكرية حرام حرام ليه؟ لأن الهروب من خدمة العسكرية هو الهروب من واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك عندما أمرك أن تحمي العرض وأن تحمي المال وأن تحمي الدم ولذلك النكوذ وترك هذه الحماية ده نوع من أنواع ماذا؟ نوع من أنواع المعصية ولذلك لا يجوز شرعا أن الإنسان يتهرب من الخدمة العسكرية أن يتهرب من الخدمة العسكرية ده قد يوصل صاحبه أن يقع في الكبيرة ولذلك لا يجوز لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون عرضه فهو شهيد يبقى حضرت النبي علمنا إيه؟ علمنا أن الحفاظ على العرض والمال دوت من الواجبات الشرعية وإلا لو ما كانش واجبا شرعيا لما كان إذا الإنسان مات من أجله ومن أجل الحفاظ عليه ما يكونش شهيد ولذلك لا يجوز شرعا التهرب من الخدمة العسكرية وإحنا في يوم من الأيام يعني قريبا سنخصص حلقة للكلام عن مسألة وجوب والالتزام بمسألة الخدمة العسكرية ترجمة نانسي قنقر